السيد الرشيد، الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير ما هي هذا الإعلان؟ وما دلالت إعلانه في هذا الظرف التحديدا؟ طبعاً في السابق كان هناك حديث كثيف جداً حول ضرورة إصلاح قوى الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها ويمكن حتى كان من الأحزاب الرئيسية التي كانت تدعو لهذا الإصلاح حزب الأمة القومي عبر العقد الاجتماعي الذي طرحه ويمكن بسبب عدم تجاوب قوى الحرية والتغيير في ذلك الوقت لهذا المطلب يمكن كان حزب الأمة جمد نشاطه في قوى الحرية والتغيير ولكن الآن بعدما حصل توافق بين كافة المكونات أو معظم المكونات نقول من قول كافة المكونات على إصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها يمكن فك حزب الأمة القومي تجميده في الحرية والتغيير المجلس المركزي تحديدا وكذلك الجبهة السورية وكذلك المجلس المركزي فهذه المجموعة الثلاثية توافقت على أن يتم الإصلاح ويمكن كان في إعلان الذي كان يوم الأربعاء تقريبا بإصلاح قوى الحرية والتغيير ويمكن تحدث عن نقاط أساسية تحدث عن ضرورة ضرورة إكمال مراحل التحول الديمقراطي ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية ضرورة مثلا دعم إزالة لجنة إزالة التمكين وذي كانت واحدة من الحاجات الأساسية وضرورة انتهاج سياسة خارجية لا تقوم على المحاور وتكون سياسة خارجية متوازنة بصورة عامة يمكن أغلب المحاور هذه كثير من الناس يروا أنها لم تأتي بجديد هي أصلا مطلوبات موجودة سابقا وهي مطلوبات السورة الأساسية بينما يرى آخرون يمكن أن هذا الإعلان هو عبارة عن باب للخروج من الأزمة الاقتصادية والأجنزة السياسية المنغلقة يمكن منذ سقوط النظام البايد ونحن دائما في أزمات سواء كانت سياسية واقتصادية ترجمة نانسي قنقر